انطلقت جلسات المحور الاقتصادي من الحوار الوطني لمناقشة ملفات توطين الصناعة وموازنة الدولة هذا وأكد مكرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي طلعت خليل أن الموازنة العامة للدولة تعبر عن السياسات العامة للدولة لافتا إلى أن هذه اللجنة تهم كل مصري وتستهدف الوصول إلى حلول واقعية جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات